اتصل بيه سيد مدير دار القانونية في مكتب السيد حسين العوادي اللواء وليد وقال ان السيد الوكيل رأي دين تليفون هذا المفوض وبعدت لهم ايضا بعدت لهم التليفون والمفوض راح الى هناك والتحقيقات جارية كذلك اتصل بيه السيد قائد شرطة الديوانية اللواء محمد الربيعي واوضح لي الكثير من التفاصيل والملابسات بهذه القضية واطلعت الاخوة في وزارة الداخلية عندما يقومون بالتحقيق للمرة الالف اكرر هذا القول اخوان الصدق والوضوح يوصلك الى غاياتك اما الالتفاف على الحقيقة ومحاولة المناورة لا والله هذه تكشف ولذلك يمرن بهذه القضية يعني تمثيل دور المظلوم اعتقد ما يصمد للاخير فالليريد يوصل الى حق ودائما اقول انا اقول اخوان ترى باتشل تساءل وغدا ستظهر الحقاق وقد تتحمل المسؤولية من الكذب او التدليس بالتلفزيون امام الرأي العام بمعلومة خطأ تحاول ان تختبئ وراه فانتبوا لهذه القضية كذلك قضية الوليد احمد الجريح اللي عنده شهداء ايضا صار اتصال من مكتب المتابعة من مكتب السيد وزير الداخلية وحلى حد علمي انه بعد ما بعثنا لهم التليفون انه راح يشوفون او ينظرون بقضية دقلة وتخصيص مساعدة مالية الى شكرا لي مكتب السيد وزير الداخلية وشكرا لي سيد قائد الشرطة الاتحادية وشكرا لي سيد الوكيل حسين العوادي والسيد اللواء وليد اشتركوا في القناة